بس المجهود موجود قدرات موجودة قيادة قيادة مهمة قوي 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 اللعيب اللي يكون في نص الملعب ده يكون قائد قبل ما يكون لعب عنده قدرات خاصة في النواحي الهجومية لعبة الكورة العرضية معقولة 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 أنا بقول عبلها شوفوا أنا من أول الماتش بقول لكم نخلي بالنا من بيتكوفيتش ده بيتكوفيتش بقول مسدد كويس ولاعب ضربات رأس كويس واتكلمت في الشوت الأول كتير قوي عن التمركز الدفاع الخاطر لا فيه رقابة على مانتو مان اللي هي الرقابة ماينفعش الدفاع الآن يبقى الرقابة مانتو مان بس لأن أي لعيب ممكن يسرق أي مدافع لكن بصوا بقى راح فين مين هنا مين هنا يا جماعة مفيش حد موجود خالص مع برونو بيتكوفيتش اللي بيسجل الهدف التاني لكورواتي فريق تقيل مفيش كلام بصوا جاي منين يعني الراجل مش عارف بصراحة يعني الظاهرة دي في الشوت الأولاني جات له كورة على الأرض حطها بقدمه ليسرق يعني لو في الجول جول يعني كان المرمى خالي تماما من حتى أبو جبل والكورة تحطت لكن طلقت برة وهو قاعد يندب حظه في الكورة دي لكن التانية بقى رأسية لعيب ممايز جدا زي ما قلتلكو يعني بحذر منه من بداية اللقاء هذا اللاعب المهاجم الصريح اللي لعب مكان أنري كراماريتش اللي لعب المباراة اللي فاتت أقل منه بكتير